هذا وقد وزع حزب الله صيرة ذاتية للقيادي إبراهيم عقيل قد ولد عقيل الملقب بالحاج عبد القادر عام 1962 في قرية بودنيل البقاعية وهو من الجيل المؤسس للعمل الإسلامي في بيروت كان من قادة العمليات خلال التصدي للاشتياح الإسرائيلي لبيروت مطلع الثمانينيات كما تولى مسؤولية التدريب المركزي في الحزب مطلع التسعينات وتولى مسؤولية الأركان منتصف تسعينيات القرن الماضي ويعد عقيل من مؤسسي ركن العمليات في الحزب بدءا من العام 2008 شغل منصب معاون الأمين العام لشؤون العمليات وعين عضوا في المجلس الجهادي كما أشرف عقيل على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان في حزب الله حتى تاريخ استشهاده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر